فيروح يتتبعه عشان يحاول يطلع له ثغرات في عمله ويضخمها ويوصلها للمدير تحت دعوة مصلحة العمل لكنها في الحقيقة بتكون لأجل مصلحته الخاصة عشان ياخد بمتة عند المدير أو يهد الثقة اللي حصلت في الشخص ده وفي الموظف ده اللي عنده ويا سلام بقى لو قدر يخلي الشخص ده شخص بتاع مصلحته الشخص بيعمل ده كله لنفسه وإذا سلام لو قال إن الشخص ده كل اللي بيعمله ده بيمثل هو مش حقيقي هو مش شخص مخلص في عمله هو طبعا كل اللي بيعمله ده عشان مصلحة العمل هو الراجل يعيني ما عملش أي حاجة كل اللي عمله ده إنه هو بيتكلم عشان مصلحة العمل أو زي الموظف اللي الناس بتلقبوا بالموظف العصفورة تخيل ووصل بينا إن النميمة تبقى متفشية لدرجة إن الظاهرة دي عملنا لها مصطلح اللي هو مصطلح الموظف اللي إيه؟ العصفورة اللي بيتطفل على الموظفين ويتجسس عليهم ويتصنت عليهم ويرأبهم عشان إيه؟ عشان يوصل أخبارهم للمدير ما يحب التفاصيل لزوم الإيه؟ لزوم الحبكة ولزوم الدراما اشتركوا في القناة